بما أن النادي الأهلي مازال في السعودية وينافس في كأس العالم الأندية على المركز الثالث والبرونزية أريد أن أعرف منك ما حدث بعد المباراة الأهلي وفلومنينزي بص يا كانت ليلة صعبة جداً على البعثة قد محكت عالية أو أن أنت ستوصل فينال كانش حد متوقع على السيناريو ده خالص بس دايماً النادي الأهلي أو لعبة الأهلي أو الجهاز الفني في الأهلي تعودوا دايماً أنه زي ما أنت بعد المكسب تقدم أنت تقفل خلاص الصفحة وتفكر في اللي جاي نفس القصة في الخسارة الموضوع ما خدش أكثر من الليلة اللي هي بتاعت البطش بتاع فلومنزي تاني يوم كله كان خلاص بقى بدأت التركيز عشان خاطر أنت عندك طرجة أو عندك هدف اللي هو المدالية البرونزية كان فيه جلسات كثيرة جداً تعملت يعني على موضوع ده وعشرين ساعة اللي فاتت من الطبيب اللي هو أحمد أبو الوفا اللي هو طبيب الفريق النفسي مع اللعيبة ومع الجهاز الفني وحضف جزء من محاضفة كله مع اللعيبة تجديد بقى الدوافع وأن أنت تقفل ملف بتاع ماتش في المنزي وتبكز بقى في اللي جاي ماتش مهم جداً يوم الجمعة بحيث أنت تقدم تحقق على أقل المدالية البرونزية صح